بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله الجزء الأخير من هذه الحلقة حيكون النجم الكبير كابتن محمد حشيش ونقيدنا رياضي الكبير الأستاذ عسام شلتوت بيوفاً على البيت الكبير هنتكلم في موضوعات هامة جداً قبل ما أدخل في أي تفاصيل في حلقة النهاردة أعيز بس أعلق على شوية حاجات من حلقة مبارح بعض الموضوعات المهمة اللي تكلمنا فيها بداية وكالعادة أشكر كل جماهير النادي الأهلي على ردود الأفعال الحقيقة بعد الحلقة بتاعت مبارح يعني الحمد لله والشكر لله سيظل دائماً البيت الكبير وحاقة صد للنادي الأهلي ولي جماهيره من خلال هذا البرنامج هنبدأ نتكلم في الحق وحنقول الحقائق ونرصد لحضراتكم كل الأحداث على ساحتنا الرياضية واستكمالاً لموضوع التحكيم مبارح اللي تكلمت فيه مع حضراتكم مبارح أنا تكلمت مع حضراتكم وقلت لكم وسألت سؤال مباشر هل تم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم والحقيقة هو لم يتم تغيير قانون التحكيم في كرة القدم ولا شيء من هذا القبيل ولكن فجأت النهاردة بتصريحات من بليرا رئيس لجنة الحكام اللي طالع النهاردة يقول إن مهاجم سموحة حاول استغلال شد بسيط من مدافع الزمالك من أجل خداع الحكم لاحتساب ضربة جزاء اللي كتب هذا حاولوا تجيبول يا جماعة الأستاذ محمد جمال اللي كاتب هذا الأمر على القاهرة 24 سمعت يا محمود بعد إذنك تجيب لنا الأستاذ محمد جمال أنا بس حابب إن أنا أتكلم في هذا أنا بثق في محمد جمال وبثق في اللي بيكتبه محمد جمال الحقيقة عشان كده أنا حبيت إن أنا أتكلم في هذا الأمر الحقيقة لو الموضوع ده تقال وأنا حسأل الأستاذ محمد جمال لو الموضوع ده صحيح وإن بريرا قال هذا الكلام في الجروب بتاع التحكيم على الواتساب زي ما الأستاذ محمد جمال شرح على القاهرة 24 أنا هنا أرجع في كلامي عن اللي أنا قلته مبارح هرجع وأقول إن في قانون جديد بيتطبق في مصر يا جماعة أنا عايز بس هنا أقف عند نقطة مهمة جدا أن بريرا رئيس لجنة الحكام اعترفا اعترفا أن هناك شد بس الغريب إن هو بيقول أو بيحاول أن يبرر الشد يقول لك شد بسيط وشد مش بسيط هل يوجد مبرر للظلم التحكيمي؟ هل يوجد مبرر لحاجة اسمها شد خفيف؟ هو فيه كده في الكرة؟ هي كرة القدم عمرنا شفنا فيها كده؟ هو فيه كرة القدم فيه حاجة اسمها شد خفيف وشد تقيل؟ شد يعني شد شد يعني خطأ شد يعني ضرب الجزاء؟ وبعدين إزاي مستر بريرا نفسي زي ما بيطلع يبرر أخطاء التحكيم دلوقتي؟ ما قالش كده ليه؟ أو ما بررش قبل كده ليه؟ أو ما وضحش قبل كده ليه؟ ونقول إيه اللي حصل في كل المباريات السابقة؟ عشان نعرف بس الفترة دي هي فترة احتواء ولا فترة روح البروتوكول ولا فترة من ايه؟ مش عارفة مسكها منين؟ شكلنا راجعين تاني لفترات التحكيم الغريب